السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله النهاردة هنحلم مع بعض كتاب بت باي بت يونت وان درس اول والتاني السؤال الاول عندي بيقول دينا likes to not to music in her free time يعني هنا عايز يقول يا شباب ان دينا بتحب تستمع الى الموسيقى في وقت فراغها كلمة to music دي عايزة معاها طبعا كلمة تستمع يعني listen to music الصفحة اللي بعد كده السؤال الاول فيها بيقول I like to not انا بحب ان ايه my friends الى اصدقائي in the evening طبعا عندي حاجة اسمها I like to text يعني احب ان ارسل my friends او ارسل اصدقائي في المساء اللي بعد كده بيقول لي my daily note starts يعني عايز يقول ايه اليومي when I get up at seven يقول طبعا الروتيني اليومي يا شباب بيبتدي لما بستيق الساعة سبعة صباحا فمعناها daily routine اللي بعد بيقول لي حسام lives in a big note of flats طبعا عندي انجيزة طبعا عندي يا شباب مصطلح اسمه block of flats يعني عايز يقول حسام بيعيش في مرات سكنية في الجزء. بعد كده بيقول لي come and sit on this eight تعال اوعد على ايه four people اربع اشخاص can sit on it. قدار يعود عليها طبعا كم الصوفة اللي هي الكنبة شباب. بعد كده بيقول لي I saw احمد's father. انا شفت والد احمد on his not to work. عاز يقول في طريقه الى العمل this morning hands الصباح عندنا حاجة اسمها on his way. وده مصطلح مهم جدا بمعنى في طريقه الى الwork اللي هو العمل. اللي بعد كده بيقول لي I go to the pickers. انا بروح للمخبز with my mother. مع مامتي عايز يقول لي يعني يوميا. we always. انا دايما او احنا دايما متعودين by pretty in the morning. فتبقى daily يا شباب يعني يوميا. بعد كده بيقول لي when do you get a? قال له at half past six. طبعا هنا عند حاجة اسمها استيقظ على بعضها كده اسمها get up. يعني يستيقظ. بعد كده بيقول محمد watches much tv. عايز يقول لي وانا ايضا كلمة ايضا يا شباب اللي هي me to. كلمة to اللي هي double o. هتشلغبط فيها يبقى me to. اللي بعد يقول لي everyone. اي شخص should not sports to keep it. عايز يقول لي يعني كل واحد يجب ان هو يمارس الرياضة عندنا حاجة اسمها do sports. من مصطلحات المهمة جدا في unit one. يبقى هنا هتبقى do sports to keep it عشان يبقى لايق بدنية. بعد كده بيقول لي do you not lunch at home or at school علي. طبعا عندي كل شباب الميلز او لوجبات بتاخد معها حاجة اسمها have lunch يعني تناول الغداء في البيت او في المدرسة يا علي. بعد كده بيقول له good food and exercise are good you. طبعا عندي جيد لي او جيد لك يعني good for you. بعد كده بيقول لي my dad likes to. والدي بيحب ايه? on the sofa in the evening. طبعا عندي مصطلح اسمه read on the sofa يعني يقرأ على ايه شباب الصوفة اللي هي الكنبة. اللي بعد كده بيقول لي that children had a lot of not at the park last week. طبعا الاطفال عندهم الكسير من الفن اللي هو المتعة والمرح at the park في البارك. بعد كده بيقول لي all his parents اللي هم والدين علا يعني get home late so she helps to dinner. طبعا جم متاخرين علشان كده بيعيز يقول لك لذلك هي ساعدتهم يبقى make يعني ساعدتهم في اعداد المصطلح مهمة على بعض. اسامة has a little نقط. يعني يا شباب هنا بقول لك اسامة عنده الكسير من ايه? he likes reading. بحب القراءة swimming. كلمة swimming يا شباب يعني السباحة. and watching TV. طبعا هنا عايز يقول كلمة اهتمامات يبقى دي كلها اهتمامات عنده اسامة اللي هي كلمة ايه شباب. سؤال اللي بعد كده بقول لي I had not with my best friend صديق المفضل and her family yesterday. قالك they answered all my question. جاء بكل الاسئلة. فدي طبعا هزبقى مقابلة شخصية يعني interview. اللي بعد كده عندي جزء الاسئلة يا شباب الخاص بي. سؤاله اللي بقول we not mister حسن for help. طبعا اول عندي حاجة في مدرع بسيط لازم نبص على الفاعل اشوفوا جامعة ومفرد طبعا ويه هنا جامعة. بعد كده ظرف التكرار الشباب لازم يجوا قبل الفاعل الاساسي. يعني هقول always ask فعل في المصدر عشان الفاعل ايه جامعة. number two. how not do you study at night? ابص في الاجابة اللي هي كتب لي always يعني دايما هنا بس كما عدد المرات اللي انت بتذكر فيها فطبعا how often. بعد كده اشربوا لي عمر نقط always is early for school. طبعا ما ينفعش هنا طبعا عندي verb to be. ده مش فاعل الاساسي. فهنا هو هيجي قبل ايه زرف التكرار هتبقى معناها is always. اللي بعد كده بيقول لي and not usually goes to school. هقرى الجملة كل عشان افهم. عايز يقول بتروح المدرسة on friday يوم الجمعة it's a holiday. ده طبعا يوم اجازة. فطبعا هنا مش usually ابدا. لكن هنفي انها بتروح المدرسة يوم الجمعة لان ما حدش بروح المدرسة. بنفيها شباب بكلمة never لان عندي goes هنا من ضفلها is. فهنا هقول ان هي ابدا ما بتروحش المدرسة. سؤال اللي بعد كده بيقول لي دعاء her mother make dinner. عايز دعاء هنا فعل مفرد. فالفعل هيجي مضاف له is. فهتبقى يا شباب usually helps. عشان الفعل مفرد فايه? حطنا is في الفعل. ودايما زرف التكرار بيجي الاول. بعد كده حمدي doesn't not. اول ما تشوف doesn't في الجملة وانت مهمت عنيك كده حطيلي في الاجابة الفعل في المصدر. coffee for breakfast. طبعا هنا حمدي doesn't. الفعل في المصدر هو drink. يشرب القهوة. الصباح اللي بعد كده عندي يا شباب السؤال الاول فيها بيقول. how do you have lunch at home? قال له طبعا في الاجابة always. اول ما تشوف ظرف من ظروف التكرار في الاجابة على طول بتسأل بكام عدد المرات اللي هو how a often. اللي بعد هو بقول لي people طبعا people d. فعل جمع. نقط. when it is too cold. طبعا جوه ببقى cold bird. فما مفعش ان انا نزل اه سي خالص البحر. فاقول never يعني ابدا بنفي اه هنا لان الجو بيكون اي يا شباب cold. اللي بعد بقول لي يا حالي is a very clever شاطر جدا طالب شاطر. he not studies hard. طبعا هو طالب شاطر يبقى بيذكر بجده شباب سايب وكده فهتبقى always. اللي بعد بقول لي students students to love in Egypt to Mصر. go to school in August. شهر اوست. ده لهو شهر تمانية يا شباب. طبعا ده بيكون في الاجازة ونحنش بروف المدرسة فهنا هنفي ان هو بيذهبوا الى المدرسة فهقول never go to school. السؤال اللي بعد بقول لي سارا likes number. سارا بتحب الارقام so much جدا. يعني الدرجة النهائية قبلكو in the mass exam في امتحان الرياضة فهي طبعا طبعا تحب بيبقى always يعني دايما بتجيب الدرجة النهائية فين في الامتحان. اللي بعد كده بيقول لي I like milk. انا بيحب اللبن. I not never drink it. طبعا نفعشي never طالما هو بيحب اللبن يا شباب بيبقى هو دايما بيشربه. فممكن اشي never روحاته من هناك كلمة always. اللي بعد كده my brother اخويا not don't have. طبعا my brother دي فعل مفرد ما ينفعش اقول مع don't. انما هقول لي يا شباب doesn't have a mobile. يعني ما عندهوش ايه موبايل. لان don't بتيجي مع الفعل الجامع و doesn't مع المفرد. السؤال اللي بعد بيقول لي how ونقط مني طبعا نفعشي do you lesson to music. ابص في الاجابة على ايه كاتب لي never. يبقى اشير مني طبعا زي ما تعودنا واحط how often يعني كم عدد المرات اللي انت بتسمع فيها المزيك. بعد كده بيقول لي they not watch usually. هنا watch فعل اساسي. بقى هنا احط زرف التقرار الاول. بس كل ما انا عمل له هرتب لاني الفعل جامع في المصدر فاقول ايه يا شباب they usually. بعدين احط watch زي ما هي مش فيها ايه تغيير. كل علي ان انا ارتبته. هم اه عادة watch tv بسمها التلفزيون في المسائل. بعد ايه يقول لي mothers not love their children. كل الامهات طبعا يا شباب دايما او دايما بيحبوا يعني ايه? ابطالهم فهتبقى always. سؤال معتاد. اللي بعد اقول لي how do you text your friends? عبص في الاجابة طبعا هلاقي كلمة always يعني دايما ده ظهر في مظروف تكرار يبقى كم عدد مرات اللي انت بترسل اصدقائك فهنا تبقى how often? بعد اقول لي what time your first lesson start? طبعا your first lesson يعني بيسألك عن درسك الاول فهنا طبعا شباب تبقى does what time does your first lesson start? بعد اكي اقول i drank orange juice. it's so delicious. طبعا انا طبعا طبعا هو delicious لذيذ وهو دايما ايه بيشرب العصير او العصير البرتقال. بعد اقول اقول لي i not my homework before i have my dinner. انا دايما او ها طبعا هنا شاب حط ظهر في التكرار قبل الفعل وايه هنا الفعل يكي في المصدر فعندي usually do بس هي اللي تنفع وباقي كله ولط. بعد كده دكتورز دكاترا انا not wear white coat at hospital. دايما بيبسوا البلط الابيطين في المستشفى دارع كلمة always واحدة. اللي بعد اقول لي i don't have a mobile so i not text my friend. انا ما عنديش تليفون. كلمة don't هنا تنفي ان انا عندي تليفون. يبقى هنا تبقى never يعني ابدا ما بعدش ايا شباب اه رسالة للاصدقاء. الصفحة اللي بعد كده هنكمل بيقول لي احمد not sees his sister يعني عايز يقول يعني رأى اخته because she lives so far away. نابعيد عنه وعيش ابعيد عنه جدا. ده شباب بالفعل هنا مفرد. وكلمة sees من ضفلها is. يبقى هنا بينفي بس مش بdoesn't. انا منفي هنا بكلمة never. يبقى هنا احمد never sees. لان doesn't بيقى ورر فعل في المصدر. بعد كده يقول لي حبيبة is my best friend. صدرت المفضلة. I not sit next to her in my lessons. بقعد جنبها في الدروس بتاعتي. طيب دي صديقتها المفضلة. يبقى هي ده يا شباب اي عادة بتقعد جنبها يعني usually لان ما عنديش كلمة تنفع غيرها. تلت كلمة تنمين don't not never كلهم كلمات نافي. طبعا هي صدقتها مفضلة فهي عادة بتقعد ايه كنبها. بعد كده يقول لي he never comes on time. تمام? هو ما بيجيش في الوقت. because he المحدد يعني he usually wake up early. ما بيصحاش مبكرني. بقى انا عاز انفي انفي طبعا عندي كلمة doesn't لان الفعل عندي ايه مفرد هو هي. اللي بعد كده بقول لي does ماريوم listen to music on the bus. بس السؤال. وبالسؤال ده بدأ بكلمة يعني هل في الاجابة هنا شباب بقول لي yes she do. طبعا ما نفعش. طبعا ما اسألت بdoes يبقى لازم في الاجابة does or doesn't. وdo يبقى في الاجابة do او don't. هنا عندي does في السؤال. يبقى does فين? في الاجابة لان هنا yes. لبعد بقول لي how not always do you come. طبعا ما بسألش بhow often يعني كم عدد المرات. وبعدها شباب بقول لي علي likes reading. يعني بحب يقرأه. هي نقطة never reads. ينفعش طبعا هو بحب القرائي بهو دايما بيقرأ. يبقى كلمة never دي. ليه معناها ابدا نفي وحط ما كان هناك كلمة always اللي هي معناها دائما. بعد كيف يقول لي احمد never طبعا هبدل يا شباب واردت بصح طبعا الفعل الاساسي بيجي بعد زرف التكرار. زرف التكرار هيجي الاول فهتبقى احمد never وبعدين اقول text his friends in the evening. الصفحة اللي بعد كده يا شباب عندنا سؤال دايلك وخلي بالك بقى سؤال محادسة ده انت قبل ما بتحل لازم اول حاجة تقرأ محادسة كلها كويس وترجمها على مهلك عشان تبدأ تحل. طيب علشان وقت الفيديو هنبدأ نحل مع بعضها على طول. بسمة is asking maha about her daily routine. بيتكلمها على يومها او الروتين اليوم بتاحها. فبسمة بتقول hi maha قلت لها when do you usually get up. سألتها سؤال قلت لها when when يعني متى يا شباب بسببها عن الوقت do you usually get up. يعني متى انت بتستيقظي? قلت لها I usually not at 6 am. طبعا هنا تقول لها انا عادة بستيقظ او بصحة. فهنا هحط الفعل طبعا get up في المصدر. لان يا شباب السؤال هنا الاجابة هنا ب I. و I بيجي وراء الفعل في المصدر. فهتبقى I usually get up at 6 am. طيب بعد كده بسمة هتبدأ تسألها سؤال تاني وهتقولها how do you not to school. معرفش بتكلم عن هي بصوا في الاجابة لازم اعرار اجابة كويس بتقولها I get to school. باوصل مدرسة باي باس بالايدوبيس او بروح مدرسة الايدوبيس. هنا عندي اجابتين ينفعوا ممكن اقول get عادي. وممكن تاني يا شباب اقول كلمة go يعني تذهب. يبقى how do you go to school. بس ما بعد كده هتقولها when not get home. قيت لها بتسألها على الوقت هتلاها I get home at 3 pm. طبعا الفعل عندي هنا هيبقى you لانه في الاجابة I ولازم اجيب فعل مساعد من عندي you بياخد do. يبقى when do you get home. بعد كده بتقول لها what do you do. ماذا او ايه اللي انت بتعمليه when you get home. لما بتروحي لايه البيت هتقول لها شباب I not at lunch and do my homework. كلمة lunch والواجبات كلها عايز اقول انا تناول الغداء وبعدين اذاكر الايه الواجب بتاعي. فاسمها يا شباب have lunch. فاسمها قلت لها what do you do in the evening. طب بتعملي ايه في المساء بتسألها عن يومها بقى يا شباب. فاردت قلت لها I sometimes not at music. انا اجاب لي كلمة music عشان انا اقول له استمع الى الموسيقى. طبعا برافو عليكم listen to music. وخلي بالك بقى سؤال محادثة ده اجاباته فيه ما فيش اجابة نواطية او اجابة تقليطية. اي اجابة ممكن تكون صح اكتبها. مفيش اي مشكلة. ممكن اجابة او اثنين وثلतة. شكرا